امريكا كل رؤساء امريكا اتكلموا عن الغزو الفضائي القادم يعني ابتداء من كارتر ريجن بيل كلينتون بوش وباما حتى وباما اعلن ان هو هيعلن قريب على برنامج التعاون بين حكومته وبين الاليينز على فكرة ده اعلنوا في الصين بينه وبين ايه وبين الكائنات الفضائية التعاون ايه اه وده اعلنوا في مؤتمر في الصين هنشوف نماذج وحتى جمس كاميرون تكلم عن الغزو الفضائي ميديفيدف تكلم عن الغزو الفضائي هو كان احدث حاجة اللي هو ميديفيدف اللي هو قال ده حديثا يعني قال ان فيه غزو الفضائي في 2013 يعني ممكن نشوف مثلا لقطات هنش عارف هننزلوها امتى يعني ما هو هو يا ويا بتقول كده تنزله يعني لازم نقول انزله وتطلع وتخرجه ممكن نشوف لقطات مثلا ميديفيدف هو بيتكلم حتى يعني هو الفيديو الاساسي موجود بالروسي لكن في سكاي نيوز جابته أنه هو ميديبيدف بيحذر من غزو فضائي في 2013 عشان كده عايز أقول للناس الموضوع دوت مش خدعة زي الحاجات اللي ساقط ده جاي عاجلا أو آجلا عشان كده إحنا عايزين ناخد فكرة عنه عشان نعرف كده هو تصريحه كان بيقوله فيه بالزبط بيحذر أنه في 2013 فيه غزو فضائي قادم ليه لأنه كان السفينة الأم يعني هم عملوا إعلان جامد قوي أن السفينة الأم ظهرت في سماء روسيا ده كان من حوالي أربع خمس شهور من السفينة الأم ظهرت في سماء روسيا فهو بيحذر أنه فيه في 2013 فيه غزو فضائي فيه يعني ممكن برضو يعني مثلا إيه نشوف ريجن تبكرتك كلانتون كان بيقوله إيه بقى كلانتون بيتكلم على أن الأليينز موجودين اللي هم الكائنات الفضائية إن موجودين منهم على الأرض وإن فيه غزو فضائي قادم لكن لا ندرك يعني لا ندرك متى سيأتي هذا الغزو لكنه قريب وإن فيه شوهد كثيرة بتدل على إنه قريب لكسرة الظهور بتاع الأطباق الطائرة في الفترة اللي هي كان فيها كلانتون وما بعدين فيه مثلا ريجن هنا بيقول إن يعني شوف من حضرتك من أيم كارتر كمان من أيم ريجن هم بيعدوا بيرسخوا عند الناس ده كان في الأمم المتحدة وبيقولهم إن فيه غزو فضائي قادم ولن يوحدنا إلا عندما يتم هذا يعني سوف نتوحد عندما يأتي هذا الغزو وده على فكرة برضو من أحد الأهداف إنه هو بيرسخ لفكرة إن الناس كلها زي ما احنا بنشوف في الأفلام بتاعتهم إن الأمريكا هي الدولة العظمى اللي هتحارب الكائنات الفضائية فده برضو هيديها نوع من السطو على العالم يعني هو هنا حتى كان بيرسخ للفكرة دي إننا لن نتوحد إلا إن فيه غزو فضائي قادم ولن نتوحد إلا عندما يحدث هذا الغزو لمقاومته بقوة فلا نستطيع أي دولة أن تقومها وحدها ولكن أنا يجب أن نتجمع تحت قوة عظمه طيب في برضو مثلا فيديو طبعا فيه يعني كتير كل القمم فيه كاميرو بس مثلا فيه دكتور من الدكاتر الكبار الفيزين بجائزة نوبل بيحذر من إن أمريكا بتعد لخديعة غزو فضائي هي بقى هو بيخبط فيهم آه ده طلع عن النسك وبيقول إنه هو إحنا ممكن برضو مثلا يعني لو عايزين نشوفه آه طبعا أنا معرفش إيه المشكلة والمفروض لما تقولي هم يدبوه يعني هو دار العرف كده أو مش مشكلة يعني الفيديو موجود بس هو عالم كبير جدا بيحذر اسمه إيه هو ده بيحذر إن ده كان جاء سين أن برضو وعلماء كبار يعني أنا جايب أنا ميزك بس هو بيحذر هو بيحذر إن أمريكا بتعد منذ زمن طويل لخديعة غزو فضائي وبيأكد حاجات هنقولها برضو النهاردة إنه تم خداع العالم بهذه الكائنات الفضائية وتم خداع العالم ببرنامج الفضاء وما يتم به معتم تماما على العالم وإنه أصلا يعني ده هنفتحهم برضو في كلامنا النهاردة إنه موضوع الهبوط على القمر حاصل من الأربعينات موضوع الهبوط على المريخ حاصل من الستينات ودي حقيقة على فكرة فهو برأسها الكلام ده وإنه تم التعتيم تماما على الموضوع ده لعمل خديعة الغزو الفضائي زاد إنهم طول الفترة دي عميين يعني يستفيدوا بالتبادل التقنيات الحديثة زي ما إحنا كلمنا فيها المرة فاتت وهنكملها النهاردة إن شاء الله وعلى أي حال الديت برضو هنا مازج يعني بس في وجود أنا في جيمس كاميرون فيه بقى طب عايزين نبقى نحط الحدادة دي من فضلك ونقول هنا العمر يحطها برضو كل حدادة تحط على الصفحة بحيث أي حد عايز يشوف برضو أنا عايزة أطلبها من حضرتك يعني أنا مثلا كل التفاصيل دي وحتى في الحلقات اللي فاتت اللي الناس كتت طلبها أنا لقيت مثلا في موضوعه سيطرة على قوله فيما بعدها فيه متين لينك مهمين جدا للناس وكتب وكذا 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 فأنا مش عارفة هل ده يعني أنا كنت محترى هل ده ممكن نيجي مثلا في بوست ولا تتعمل صفحة مؤقتة تابع لصفحة حضرتك تابع لصفحة نعمل 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 عشان كتير ومهم الناس تشوفوا حتا في الموضوع ده عايزة أحطولهم بالكامل حنعمل الصفحة دي في البرنامج للحلقات بتاع دكتورا مايا صبحي ديت وتحط عليها الحلقات وتحط عليها كل اللينكات خلاص كده إن في حاجات مهمة وفيه كتب مهمة وفيه مواقع أساسية وعشان اللي عايز يخش يارو بقى ويشوف كلام ده كله وفيديوهات مهمة جدا طب خلاص يبع حنعمل ديت إن شاء الله أتمنى نعمل ده لأننا يمكن هاب بيقول لي أريد ما دكتور أريد تجميع الحلقات الصورة مع دكتورا مايا صبحي وعلى موقع خاص بها لأنها موضوعات هابة جدا وحققية ونحن نقوم بالبحث من سنوات عن المراجع تساعدنا في تنوير عقول الناس أنا عندي كل المراجع من ما يعيشون فيه من ظلم وتحكم من أبناء المسونية كل الحالة دي هنحطها هنعمل للصفحة ديت أو هنعمل هذا الكلام إن شاء الله بإذن الله يعني على أول إسبوع دي أنا بعتذلهم لأن أنا فعلا مجمع الحاجة بس لأيتي أنا صعب جدا أنا تتحط في بوست يعني فيه حاجات مثلا محتاجة 200 لينك كلهم وهمين جدا والعايز يختار بينهم أو مثلا مواضيع مهمة جدا فعشان كده أنا بعتذل يعني إن شاء الله لما إيه وإذن الله إحنا نعملها كثيرا بإذن الله طيب نتكلم بقى دلوقتي على عشان إحنا عايزين نخش على قاعد الجوفة أرضية يعني هل أنت في نقصك حدث عشان تخش لنا بقى القاعد الجوفة أرضية ده في اللزء من أيوا القاعد الجوفة أرضية يعني إحنا ابتدنا فيها المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على برنامج هتلر وباختصار يعني عشان ناس اللي هي ما تبعتش أو ما شافتش الحلقة من الأول إحنا قلنا أصلا إن كان فيه قبل وجود النازية كان فيه مجموعة من الخاصة جدا من جمع العلماء والقاعدة العسكريين كانت في ألمانيا قبل إنشاء النازية كان اسمها مجموعة فرال والمجموعة ديت باختصار يعني وصلت للتعامل مع جنس من الأجناس اللي تسكن جو في الأرض ونتكلم على الجنس ده بس اسمه الرماديين أو الجريز تعاملت مع الجنس دوت وعرفوا إنه هم ياخدوا منه بعض التقنيات الحديثة وهذه المجموعة هي اللي اختارت هتلر لزعامة ألمانيا والكائنات دي أو الجريز اعتقدوا إنه هم من خلال ألمانيا يمكن أن يسيطروا على العالم لكن التعاون ده تنفي فترة وليلة جدا قبل نهاية الحرب العالمية التانية فكانت لسه ما وصلتش التقنيات يعني هم نطوا سبقوا العالم بحوالي من تمانين لمئة سنة في التقنيات يعني ألمانيا زي ما شوفنا مثلا في فيديو اللي فات لو عايزين مثلا نعيده بس عشان نكمل كلامنا النهاردة إن ألمانيا وصلت للطائرات بدون طيار وصناعت الأطباق الطائرة ألمانيا صناعت الأطباق الطائرة واستخدمتها بس استخدمتها استخدام تجريبي في نهاية الحرب العالمية التانية والكلام ده موسق وليس ضربا من الخيال ده موسق بالوسائق بتاعته بالتركيب بتاع الموتورات بتاعة الأطباق بنوعية المعادن المستخدمة بالتيم الكامل بتاع العلماء اللي اشتغلوا فيها كان من أهمهم عالم اسمه فيكتر شبرجر العالم دوت عالم مشهور وأبحاثه موسقة وهو عمل على تقنية الأطباق الطائرة واللي هي بتستخدم مضاد للقوة الجذب بتاعة الأرض يعني احنا عندنا الجذبية أرضية هنتكلم ازاي محرك الطبق الطائر ده بيعمل حاجة اسمها قوة الفورتكس أو القوة الدوامية قوة الدوامية دي بتعمل نوع من المجالات المغناطسية بنبدع علي جدا بتضاد قوة الجذبية فتتحرر هي من الجذبية